أعود إلى أخبار الوطن للشانة السياسية كدرئيس حركات مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف أن العديد من الأحزاب السياسية عقدت مؤتمراتها الوطنية خلال الأسبوع القليل الماضية مضيفا خلال كلمة له بمناسبة عقد مجلس الشورى للحركة دورته العادية الأولى أن هذه المؤتمرات يمكن أن تكون فرصة للطبقة السياسية لتخلص من حالة الانكماش السياسي الذي يسود الممارسة الحزبية التغطية كانت لإيمان طبيب هذه المرحلة السياسية الخاصة التي يعيشها الوطن وتعيشها الأمة ربما مرحلة كثرت فيها مؤتمرات الأحزاب السياسية في هذا الوطن ولعل هذه المؤتمرات هي فرصة لهذه الأحزاب وللطبقة السياسية بأن تتخلص من حالة الانكماش والانحباس السياسي الذي يسود الممارسة السياسية والحزبية وابنسبت عيد الطالب أكذا حسننا طلبهم أمل كل تغيير مضيفا الحركة أمل أن تنهض الحركة الطلابية لتساهم في بناء هذا الوطن بناءنا الطلبة هم أمل كل تغيير في كل منظمة وفي كل مؤسسة وفي كل حيز سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي ولا يفوتنا في هذا المقام إلا أن نتقدم إلى طلابنا في هذا الوطن بأخرص التهاني راجين من المولى عز وجل أن تنهض الحركة الطلابية وأن تنهض الجامعة بنهضة هذا الوطن وتساعد على نغلط هذا الوطن